البداية تكون من الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أصدرت من قليل بيان قالت فيه أنها تبعت بأسف شديد ما أثاروا البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية للعام 2024 وتود في هذا الصدد أن توضح مجموعة من الأمور والحقائق الآتية أولا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابعا كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمسواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية ثانيا قالت أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد تؤكد لها أو تأكد لها من واقع هذه المتبعة الحثيثة عدم وقوع أي مخلفات أو أعمال محباء أو مقايدات لأحد قط من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات وأن كل ما أثير في هذا الصدد واللي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات لا يعد كون إدعاءات كاذبة لا تظل أو لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع ثالثا قالت أنها تتفهم الهيئة الوطنية للانتخابات طبيعة الأجواء التنفسية اللي تحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو منافسات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف أو أن تنسب إليها وقاع من نسج خيال البعض أو أن يتم التطاول عليها ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة لن يتم التهاون إزاءها أو تسامح معها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة رابعا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تقبل أن يتم تنولها في بيانات بصورة مسيئة أو أن يوجه إليها عبرات تنطوي على التشكيك في عملها أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما ويستهدف زعزاعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون ولا تملك أي جهة كانت أي تتدخل في عملها بأي صورة من الصور خامسا ترحب الهيئة الوطنية للانتخابات بأن يتقدم إليها ذو الشأن بأي وقائع مدعومة بأدلة دامغة تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما للقرارات التي تصدرها الهيئة حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى مصدقيتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين غير أنها في نفس الوقت لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر إدعاءات كذبة أو وقائع مختلفة وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة سادسا تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لطائل منها أو فائدة والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم بين الاستحقاقات التي ينص عليها الدستور هنروح لخبر تاني متعلق ببدء العام الدراسي الجديد خلال أيام